بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم زكري عبدالعالي MVP Microsoft وأومبر كديرو وتكليد نواصل في دورة البايثون الدرس الثاني سنتكلم على تحضير بيئة العمل تكلمنا في الدروس السابقة على لغة البايثون وشرحنا ما هي وأين سنجد الموقع الذي بدوره نستطيع أو بفضله نستطيع تثبيت أو download لتنزيل البايثون فنذهب إلى هذا الموقع نكتب في جوجل فقط بايثون ويظهر لي الموقع أذهب إلى هذا الموقع وأضغط على download هنا الإصدار الأخير أو ما قبل الأخير لأن هناك ثلاثة اثنى عشر الذي هو في المرحلة التجريبية pre-release بيطا يعني تستطيع تثبيت هذا البيطا أو تثبيت الجديد يعني ما دمنا نحن نتعلم فقط يعني أنتم أحرار سنضغط هناك أكيد بعض الإضافات في كل لغة يعني عندما يكون فيها مزاجور يعني تحديث يعني بعض الإضافات التي تجدوها هنا يعني في كل مرة يعطيك الأشياء الجديدة التي أضيفت لي تلك اللغة نقوم بالتثبيت بعد سأقوم بrepare يعني أضغط على هذا الزر لأنني قمت بتثبيتي سابقا أنتم تقوم بالتثبيت مباشرة لأنك أول مرة ستثبت على بايثون وتقوم بالتثبيت قلنا أيضا للعمل على بايثون ليتكفي اللغة وحدها يعني هناك إديتور يعني مثبته انتلاقا من هذا التثبيت يعطيني محرر بسيط جدا لكن نحتاج إلى محرر كود جيد يساعدني في كتابات كود وكل هذه الأمور أوكي فقلنا أن البي شارم هو أحسن واحد منهم هو البي شارم أنا أفضل البي شارم وهناك فيزياء السيديو كود يعني الناس كثير تستعمل فيزياء السيديو كود أوكي بي شارم سنقوم بتثبيته أيضا فنذهب إلى جوجل وأكتب بي شارم ونذهب إلى تيلي شارجي أو كومينيوتي إديشن نضغط على هذا الرابط وداولود ونتحصل على بي شارم إديشن نضغط على داولود سيقوم الآن بالتنزيل ضاحب أنه يقوم بالتنزيل أنا قمت بتنزيله وقمت أيضا بتثبيته لكن سأريكم هنا فتضغط على بي شارم وتقوم بالتثبيت يعني العادي في أي أداة من الأدوات التي تستطيع التثبيته على ويندوز بعدما قمنا بتثبيت الأداتين سنتحصل على بي شارم سنذهب إلى بي شارم وأنا أفضل للون الأبيض يعني الفاتح لكل الأشياء يعني الكبيرة مثل الجاوا والسي شارم والدلفي لكن في الجاوا سكريبت أحب اللون الأسود يعني visual studio code أحبه باللون الأسود لكن بقي visual studio وانتليجي أفضلها أن يكون باللون الخفيف هكذا فأيضا البايثون سأتركه هكذا لكن تستطيع يعني تحويله إلى اللون الذي تريد أوكي بعد ذلك نستطيع البدء في كتابة الكود يعني افتراضي هو يعطيك بروجيكت يعني افتراضي مباشرة عندما تفتح المشروع يعطيك بروجيكت بهذه الكيفية هذا بي شارم هنا المشروع مشروعك هنا مفتوح اسمه بايثون بروجيكت تستطيع عمل نيو بروجيكت وتكتب اسم البروجيكت مثلا هاليو بايثون كما تلاحظ عندما نغير هنا هاليو بايثون يتغير أيضا اسم البرتيل يعني حكاية البرتيل سنتركها لاحقا إن شاء الله فقط افهم أنك تستخدم البرتيل الـ environment لتنفيذ مشروعك أو تطبيقك أوكي وهنا هو أين قمت بتثبيت البايثون يعني لابد ربط البي شارم مع البايثون أوكي هذه الأشياء التي يجب أن تعرفها فقط في هذه المرحلة ونعمل create this windows يعني يقول لك هل نفتح مشروع جديد يعني في نافذة أخرى أو أستعمل النافذة الحالية أقول له هذه النافذة فأعطاني هاليو بايثون وفيها مين باي إجريك البي إجريك هنا هو الإكسطنسيون الخاصة ببايثون أوكي هذه الإكسطنسيون يعني يعطيك مثال لكلاس مين يعني نستطيع أن نضيف ملف مثلاً نيو بايثون فايل ونقل له إلو كما تلاحظون أعطاني ملف بي إجريك لهو إلو سأكتب print print ويساعدني بشارمك لي في السنطاكس يعني يعطيني الأشياء كما تلاحظون هذا التولتيب ليعطاك ماذا تريد أن تكتب إلى آخره نسميه إلو وعندي هذا الزر الذي يسمح لي بالتنفيذ المباشر للسطر المحدد وإلا فعندي السطر الذي يسمح لي بتنفيذ البروجيكت فأكتب run إلو إلو هذا هو عبارة عن المشروع يعني مشروعي فأعمل run فتظهر لي في الكونسول هذا عبارة عن كونسول تظهر لي كلمة إلو لأني قلت له print إلو ولو عملت هكذا والضغط على هنا كما تلاحظون يستطيع تنفيذ السطر مثل مثل الإكليبس يعني أو الإنتيليجي نفس الوجهة الإنتيليجي تقريباً يعني أو كما نعمل مع الجابة نستعمل نفس الوجهة تقريباً أوكي ننتكلم الآن سنعمل يعني في الدروس القادمة بداية الخوارزميات وبداية المتغيرات أنواع التيب إلى آخره وقبل كل هذا سنمر إلى بعض المصطلحات التي يجب علينا أن نتعلمها نحن في مشروعنا هذه أو في هذه الدورة يعني في القناة ككل وليس الدورة لأنها ستكون من مجموعة من الدورات إن شاء الله سنتكلم على كل ما يخص المبرمجين لأن البيثون ليس فقط للمبرمجين فهو يعني أشخاص آخرين يسعملون البرمجات البيثون لبعض التول يعني فكان حوار بيني وبين شات جي بي تي حيث قلت له أعطيني قائمة التي تستعمل في تطبيقات يعني الفراموركات أو طر العمل التي تستعمل في سطح المكتب فأعطاني قائمة كما تراح تكينتر أذي أعرفها جيدا وهذه PQT وبحث يعني وجدت أن PQT5 يعني الإصدار الخامس من PQT هو الأكثر شهرة في إنشاء تطبيقات سطح المكتب إذن لو كان يعني عملنا دورة في سطح المكتب سيكون حول PQT5 إن شاء الله هناك أيضا كيفي لمستعمل في الموبايل أيضا بما أنه كروس بلاتفورم فيستعمل أيضا لإنشاء تطبيقات سطح المكتب الواب على المبرمج أن يفهم يعني وجدت هذا المشكل في جماعة البيثون خاصة أنهم لا يفرقون ما بين الباكند اللي هو عبارة عن تطبيقات أو خدمات الواب وليس تطبيقات الواب هناك فرق ما بين تطبيقات الواب وخدمات الواب عندما تقول خدمات الواب هنا تتكلم على جزء من تطبيق الواب على نصف تقريبا من تطبيق الواب وهو عبارة عن الباكند هذه عبارة عن خدمة واب الباكند نسامل دائما في الباكند في تطبيقات الواب كوتي باكند نسامل فقط الرس ابياي يعني نوع من خدمات الواب التي تسامل في إنشاء تطبيقات الواب وهي رس ابياي فلإنشاء خدمات الواب من نوع رس ابياي بواسطة لغة البيثون هناك جونغو هناك فلاسك وأيضا عفوا هنا تطبيقات الواب وليس رس ابياي سنتكلم على بذلك هنا قلت له ليس ابياي بل أعطيني الواب يعني تطبيقات الواب نستطيع عمل فول واب يعني بواسطة جونغو وفلاسك أيضا وهذه الأمور الأخرى التي لا أعرفها لكن جونغو هو الأكثر شهرة في هذا النوع من التطبيقات نذهب إلى خدمات الواب رس ابياي فرس ابياي كما قلت أن هناك أيضا جونغو يستعمل في الباكند اللي هو رس ابياي فروم ويرك وأيضا فلاسك يستعمل كرس ابياي وفاست ابياي أيضا مشهور في إنشاء تطبيقات خدمات الواب إذن عندي ثلاثة مشهورين جدا جونغو وفلاسك وفاست ابياي في إنشاء خدمات الواب وتطبيقات الواب قلنا هو جونغو أيضا وفلاسك الآن قلت له أعطيني أهم الأطر لإنشاء تطبيقات الواب تشتغل على الواب أصومبلي وهنا وجد فقط بايوديد هو الذي يستعمل الواب أصومبلي أما الآخرين فهو يستعمل تحويل البايثون إلى الجافا سكريبت فلذلك يعني هي ليست مثل بليزر مثلا مع الميكروسوفت مع سي شارب هو فراموار كامل مكتمل تستطيع يعني عنده ثلاث سنوات من إصداره ويعمل بشيء كيفية رائعة جدا والآن يستعمل في سوق العمل لكن بايوديد ليس موجود في سوق العمل وننتظر حتى يتحسن ربما في المستقبل أما تطبيقات الموبايل أيضا هناك يعني البيثون ليس منصوح به في ذلك لأن أشهر ليبريري أو فراموارك هو الكي في والكي في ليس بمستوى كل من فلاتر ورياك ناتيف وماوي لسي شارب وحتى ديلفي أفميكس يعني كلها جدا متطورين لكن الكي في مازال لم يصل إلى تلك المرحلة سننتظر أيضا أيضا يعني مبارنجي الموبايل بالبيثون سينتظرون قليلا حتى يتحصلوا على فراموار كامل وجاهز لإنشاء تطبيقات كروس بلاتفورم بلغة البايثون بي دول فيا أيضا يستطيع فعل ذلك البايثون عن طريق فلاسك بي دول فيا أيضا يعني جانجو وفلاسك مستعملين في الرئيسة API في الويب وPWI اللي هي Progressive Web Application التي يتسامل كسبقات موبايل يعني وشرحت ذلك في عدة دروس بالسي شارب الـ ETL لحد الآن تكلمنا فقط على الـ Developer يعني Developer Web و Developer سطح المكتب والموبايل الآن نتكلم على الـ BI جماعة الـ Data Engineer و الـ BI Developer حيث كلاهما هذا الـ BI سيستعمل الـ Power BI وقبل أن يستعمل الـ Power BI عليه أن يأتي بالـ Data وبالبيانات ويحولها ويستعمل الـ ETL بما يربي الـ ETL أو الـ OLT ومن بين الأدوات التي يستعملونها هي البانداس مثلا التي أسمع عليها كثيرا وهناك هذه الـ LibreD هذا شارب GPT الذي أعطاني إياه لكن سنتأكد ستكون دورة إن شاء الله على هذا الموضوع وسأتأكد من هذه الـ LibreD وبالفعل هل هي مطلوبة في سوق العمل وأختار لكم LibreD المطلوبة وأعمل على هذه الدورة إن شاء الله هناك أيضا جماعة السيونس والعلوم حيث يستخدمون بايثون في الماشين لورني وأنا أفقه في هذا المجال لذلك سأترك شارد GPT أعطانا بعض الـ LibreD في ذلك أيضا في جماعة الـ QA يعني Quality Assurance وجماعة الـ Developer الذي يريد عمل الـ Automatization للـ Test فهناك مثل ما نعمل الـ Java مع سيلينيوم وـ C-Sharp مع سيلينيوم هناك أيضا بايثون مع سيلينيوم وأيضا هناك Pytest الذي يستعمل في الـ Unit Test ويستعمل في الـ User Test وـ Booboo Test كما نقول أو Test Functional فأيضا في الـ Python هناك كل هذه الفرمواركات التي تسمح لي بتجارب أو الاختبارات على التطبيقات وأخيرا هناك أداة معروفة جدا مع الـ Python وهي استخراج البيانات من صفحات الـ Web يعني من تطبيقات أخرى يعني فيذهب إلى المتصفح ويعمل قراءة للبيانات ويجلبها لك وتسجيلها أنت في الـ Database الخاص به فبدون API Rest المفروض عندما يكون عندي خدمات الـ Web على المتصفح نستطيع الوصول إليها واسترجاع البيانات لكن عند بعض المواقع تريد مثلا فيسبوك مثلا لينكدين لنفرض أنا عندي لينكدين ولريد أن أستخرج كل طلبات العمل أو كل التوظيف يعني كل الطلبات التي قامت بها الشركات في التوظيف وأحفظها في موقعي وأعرضها في موقعي وأجعل يعني الـ Candida يتصل بموقعي لعمل يعني Contact لهذه الشركات فكيف أستطيع عمل ذلك؟ فأستطيع استعمال تول لتول الخاصة بالـ Python اللي هي Scraping نسميها فهو يسمح لك بالقراءة من المتصفحات واستخراج البيانات وبعد ذلك أتحكم فيها كما نريد هذه آخر نقطة فتكلمنا اليوم على محيط البرمجة بيئة البرمجة ثبتنا تحضير بيئة البرمجة اللي هي P-Sharp كما تلاحظون هنا وحدثنا على ما نستطيع عمله في الـ Party Dev يعني فقط في موضوع الـ Dev لكن هناك موضوع كثيرة مثل يعني الـ IoT ذلك الإنترنت الأشياء يعني السيونس الروبوتيك يعني الأشياء الخاصة بالماشين يعني المصانع وكل هذا فالبيثون أيضا جيد في تلك الأمور أيضا الـ Devops جماعة Super Security فالبيثون في الـ Automatization والـ الخاصة بالـ يعني إنشاء إنشاء الأنفرة بوسطة كود فالبيثون أيضا مسامل مع هذه الجماعة لكن نحن سنحدد فقط الأشياء الخاصة بالـ Dev وهي البرمجة شكرا لكم وإلى الدرس قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم